بشعار هي لنا دار تحتفي المملكة العربية السعودية بيومها الوطنية الـ 91 لتوحيد الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله وصى مكنوز تراثي وثقافي وتنوع طبيعي جعلها وجهة فريدة من نوعها يقصدها الجميع من مختلف ربوع العالم هي لنا دار بهذا الشعار تحتفي المملكة العربية السعودية بعرسها الوطني الـ 91 لتوحيد الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله ولكن قد نتساءل هل من حكاية لهذا الشعار؟ والحكاية تكمن في استلهام هوية اليوم الوطني من ثقافة الأنسنة وخاصة تلك المستمدة من المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤيتها 2030 ولعل أبرزها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وغيرها من المشاريع علاوة على ذلك صمم هذا الشعار على شكل خريطة السعودية والتي ترمز إلى تسخير كافة الإمكانيات للجميع وكتب على العلم السعودي هي لنا دار بخط الثلثي العربي للتأكيد بأن السعودية دائما ما تكون الدار والسكن لجميع القاطنين فيها دون تفرقة داخل الأراضي السعودية وعلى امتداد تاريخها العريق تحتفظ السعودية بمكنوز تراثي وتنوع طبيعي جعلها وجهة سياحية جاذبة للسياح من شتى بقاع الأرض فتتميز باختلاف مناطقها من صحرائها الشاسعة إلى جبالها الشاهقة بملامح سياحية فريدة من نوعها فمن منا لم يسمع عن مدائن صالح الكائنة في العلا أو لم يشاهد عراقة جدة تاريخية أو تمنى أن يتجول بين زوايا بلدة إشيقر القديمة ليستمتع بلحظة تأمل في واد حنيفة ويقف على حفة نهاية العالم المعروفة بسلسلة جبال طويق ويتعرف عن كثب على الدرعية التاريخية التي تعد العاصمة الأولى للمملكة ناهيك عن المشاريع السياحية الكبرى التي تعمل السعودية على تدشينها ضمن رؤيتها 2030 منها مبادرة السعودية الخضراء ومتر الرياض والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة ومشروع القدية والقمر الصناعي شاهين سات وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية وغيرها وتنص رؤية المملكة 2030 على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة ونظرا لما تمتلكه المملكة من سيرة ثقافية عريقة وتنوع حضاري تقف السعودية على أرضية غنية بالصناعة الإبداعية في الحقول الثقافية المتنوعة فأطلقت وزارة الثقافة السعودية استراتيجية وطنية للثقافة وتتضمن 27 مبادرة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي السعودي ومن هذه المبادرات الضخمة تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وإنشاء صندوق نمو الثقافي وإطلاق برنامج الإبتعاث الثقافي وتطوير المكتبات العامة وإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كما يعمل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي والذي يعرف بإثراء على إحداث تأثير إيجابي وملموس في مسيرة التطور البشري عن طريق إذكاء الشغف بالمعرفة والإبداع والتواصل عبر الثقافات المختلفة ترجمة نانسي قنقر